الإعلام أصبح أحول أصبح ينظر إلا بعين واحدة في اتجاه واحد الإعلام قبل ردة الفعل الإسرائيلية لعملية الطفان بدأ بإغراق الضمير الغربي بسردية جديدة ألا وهي سردية قطع الرؤوس لذلك كانت الرسالة واضحة أنتم تتعاطفون مع إرهابي أنتم تتعاطفون مع أناس تقتل بدون رحمة ولا شفقة كما فعل أولياؤكم كما فعل أجدادكم يعني كما يقول بالألماني أختم بيتسيجرهوند يعني رض بالك كلب الحراسة موجود بأي لحظة يعضك السلام عليكم أنا عبد الرحمن ناصر وهستضيف في البودكاست دوت مثقفين ومفكرين عرب أعتقد أنه من المهم ومن المفيد الإطلاع على أفكارهم استضفت النهاردة الدكتور يسين السعدي هو مستشار دولي سابق في المركز الاستشاري الأوروبي كانت مقابلة مختلفة أفكارها مثيرة وحماسية وأكثر شيء أثار انتباهي هي القصص اللي حكاها الدكتور خصوصا أنه عاش في الغرب لمدة 46 سنة بتمنى لكم متابعة طيبة دكتور طفان الأقصى في لها عدة تداعيات ونتائج بدأت تظهر ملامحها في المنطقة العربية بس أنا حابب أخذ السؤال لمنطقة تاني شوي هل هذا الطفان ممكن تصل نتائجه وتداعياته هناك في الغرب في أمريكا في أوروبا إذا أصيبت منطقة الشرق الأوسط بزكام فاعلم أن العطف سيكون في الدول الغربية الرأي العام الغربي تربطه بتلك المنطقة سردية أو سرديات السردية التاريخية وهي سردية النزاع فيه طرف سردياته ترتكز على ما يسمى الشرعية القانونية الدولية شرعية القانون الدولي وترتكز على كذلك شرعية تاريخية وترتكز على شرعية لها بعد وطني والطرف الثاني له سردية يعني أتى إلى المنطقة بعقد ملكية أخرجه من المشنة أو كتاب يعني من الطورات فالذي أدخل البعد الديني بداية في هذا الصراع ليس الفلسطيني فهو الإسرائيلي الذي أتى ليغتصب ويأخذ هذه الأرض بشهادة ملكية بكتاب كتبه بيديه كما في اعتقادنا الغرب لا يقف يعني متفرج عما يحدث هذا الغرب عاش حربان عالميتان بفضاعتهما ووصل الأمر إلى أن الأنظمة الأوروبية برعاية الدولة النازية وامتدادها بفرنسا يعني حكومة فيشي أذاقت العنصر اليهودي في تلك المجتمعات أذاقته يعني ما لا يتصوره بشر فكانت المحرق الحولوكوست فالضمير أو العقلية خلينا نقول العقلية الغربية سقلتها الأحداث التاريخية المؤلمة هذا يجعل منه شخص ذو عقلية ازدواجية عندما يرى الظلم الذي ترتكبه يرتكبه الطرف الثاني في حق أهل الأرض يتفكر دائما الشيء الذي قام به أجداده أو أباؤه لأن الأمر ليس ببعيد الحرب العالمية الثانية في الثلاثينات فلذلك نحن كأصحاب قضية قضية عادلة قضية شرعية علينا أن نخاطب هذا الغربي بطريقة توصل توصل له ما نريد أن يراه ببصيرته ليس بعينيه لأن الإعلام اليوم الإعلام أصبح أحول أصبح ينظر إلا بعين واحدة في اتجاه واحد الإعلام قبل ردة الفعل الإسرائيلية لعملية الطفان بدأ بإغراق الضمير الغربي بسردية جديدة ألا وهي السردية قطع الرؤوس لذلك كانت الرسالة واضحة أنتم تتعاطفون مع إرهابي أنتم تتعاطفون مع أناس تقتل بدون رحمة ولا شفقة كما فعل أولياؤكم كما فعل أجدادكم يعني كما يقول بالألماني أختم بتسيجرهوند يعني رد بالك كلب الحراسة موجود بأي لحظة يعضك هذه هي لذلك على أصحاب القضية أن يتعلموا أن يخاطبوا الغرب بطريقة عقلانية والابتعاد عن العاطفة سأعطيكم مثال واضح جدا بعث لأحد الإخوة شريط فيه مجموعة من الصبيان من الأطفال فيهم الرضع في أكفان ولكن الشريط عوض أن يكون باللغة الإنجليزية الفرنسية الألمانية السويدية اليوم حتى ولم نكن نتقن أي لغة من هذه اللغات فمعك تطبيق ديبل وتفعل به ما تشاء الشريط فيه أطفال يعني أموات ولكن فيه أنشيد تذكر الغربي بأشريطة القاعدة أحببنا أو كرعنا تذكرهم بأشريطة داعش هذا النشيد الخلفي مع الصورة شي رهيب هذا تخاطب به الرأي العام العربي المسلم لا تخاطب به الغربي طب تسمح ليسألك سؤال البعض بدأ يحكي بعد الزواجية المعايير اللي حصلة في الإعلامة للغربي البعض بدأ يحكي أنه طب وإحنا ننكلم الغرب أصلا اللي ننكلم الغرب خلاص إحنا مش محتاجين إحنا نكلمهم لأنه بنكلمهم وما بيشوفوش ما بيسمعوش اللي إحنا بنحكي فهل حضرتك عايش في الغرب قالك أكتر من أربع عقود تقريبا فأنت تعرف العقلية أكتر وتفهم المجتمعات والسياسة أكتر هل إحنا مهم إن إحنا نحكي مع الغرب في هذه بالطبع بالطبع لأن الغربي رجل المؤسساتي فالديمقراطية ككونسبت كفكر موجودة وحتى كممارسة المسؤول الغربي إذا أراد أن يصل إلى كرسي البرلمان أو مجلس المستشارين فيمر عن طريق صندوق عن طريق الناخب نحن مهمتنا أن نفكك السردية الإسرائيلية في أذهان في الدهنية الغربية فرجل السياسة عندما يتخذ موقف ويرى أن الرأي العام انقلب وأصبح يساند القضية الفلسطينية وينادي إلى وقف إطلاق النار سيهذب تصريحاته وإن هذب التصريح فأعلم أن في الكواليس في أمور تحدث أنا أعطيكم مثال بعد القصف المستشفى ألم تروا أن في الغرب حصل تحول أنا لا أتكلم عن السبين دوكتور الذين تجندهم الدعاية المكينة الدعائية الدعاية السوداء الإسرائيلية أنا أتكلم عن أناس أصحاب الضمير الذين أخرجوا سؤوسهم من الطوفان الطوفان العاطفة الذي أغرقوا فيه عندما بدأت الدعاية تشتغل على أنه فيه قطع رؤوس أطفال ورضع ولو حدث هذا أنا كمسلم يعيش في الغرب أنا أندد به فالإنسان يكون قبل المعتقد وقبل اللسان وقبل الإيمان نحن نؤمن أن الإنسان وهذا بروح الدين الإسلامي الذي يقول هالجزاء الإحسان إلا الإحسان هكذا طيب دكتور هنا حضرتك بتقول أنه مهم أنه نخاطب الغرب علشان خاطر رأي العام لما بيطلع في الغرب بيقول حاجة بيأثر في السياسات طيب سؤالي هو باعتبارك حضرتك في الغرب كيف نخاطب الغرب لو في واحد اثنين ثلاثة يعني ما هي اللغة التي أفهمها الغرب هو الإشكال أنا قلت من عبة التاريخ أن يحاربون أعداؤنا بالخوارزميات خوارزمي تعنا يحاربون يحاربون بالمصطلحات نحن أهل علم الكلام نحن لنا لغة قد تجد في كلمة تجد فيها تستطيع أن تكتب قصيدة شعرية وتتكلم عن الرمل يعني لا تعيد كلمة رمل ولا مرة أو كلمة أسد أو كلمة جبل أو أي شيء فلماذا دائما نختار الكلمات التي تصدم اللاوعي الغربي مثلا أنا لما أتكلم عن القضية الفلسطينية أتكلم عن المقاومة ريزيستانس فالقوانين الدولية واللوائح الدولية تسمح لأي شخص أي شعب مقهور محتل أن يقاوم ولكن عندما في نفس الكلمة لو أقول جهاد فالغربي لا يسمعني لما يسمع كلمة جهاد هو يرى الزرقاوي يرى أبو بغدادي يعني إحنا بدل يعني أنت دلوقتي حضرتك لو بتحكي مع حد فرنسي في فرنسا وحكيت مع المقاومة يتقبل الكلام بسرحة حكيت مع الجهاد أو حماس دماغه شوية لا ببدأ يخاف أنا لا أذكر كلمة حماس أنا أذكر الشعب الفلسطيني وإذ حشرني في الزاوية أقول له أنتم تقولون أن الأطفال يموتون لأن حماس أخذتهم كرهائن نقول إذن الإسرائيلي المواطن الغير مسلح أخذته الاستطان والمستوطنين أخذوه كرهائن جرائم الاحتلال وجرائم صال يعني الجيش الإسرائيلي هو الذي أخذهم كرهائن أنا لا أستعمل المصطلحات ليس خوفا من السجن أو خوفا أنا ابن مجاهد كان محكوم عليه بالإعدام فقط أيما الاحتلال الفرنسي نعم للجزائر الإشكال الإشكال أن مع مرور الزمن تغيرت البرديجمات من 11 سبتمبر ما كان مقبول أصبح ضربا من الجنون أتذكر مثلا قضية الحجاب بفرنسا متى بدأت؟ قضية الحجاب بدأت مباشرة بعد أحداث 11 سبتمبر يعني مهما كان الفاعل هو أعطى المسطلة التي تقطع هذا الأمل والاندماج للجماعة التي تحمل حتى ولو كانت من اليسار فهي تحمل نوع من الحقد التاريخي والبعد الاستعماري في معاملتها لمواطنيها من أصول عربية أو أصول إسلامية أوكي طيب دكتور هنا حضرتك كلام اللي حضرتك بتحكي أصبح يعني لو حضرتك كنت أدركته من بدلي شوية باعتبار حضرتك مثقف ومفكر أصبح المواطن العربي العادي على السوشال ميديا هو بيحكي بتلاقي بتحل الكلام وبتحس أنه عنده خزلان من النموذج الغربي أو سقوط النموذج الغربي في ذهن الإنسان العربي حاليا مرفوض فهنا حضرتك كنت تحكي من شوية أنه في تفرقة ما بين الواقع وما بين النظرية لأنه لما أنت بترفض نموذج أنت ممكن ترفض كل منتجات تزيد ديمقراطية اللي احنا بنسعالها بقلنا مثلا يعني عقود من الزمن فحضرتك كنت تحكي لأنه في فرق ما بين بالطبع الممارسات المسؤولين عندما يصلون إلى السلطة فيه الرئيس الفرنسي السابق فيه ترفع لما سألوه عن وعوده الذي لم يوفي بها الحملة الانتخابية قال الوعود هي فقط لمن يؤمن بها ولمن يصدقها هو المسؤول عن تصدق لهذه الوعود فالديمقراطية اليوم أصابها المرض بعد 11 سبتمبر يجب أن نكون وضحين الممارسة أنا لا أتكلم عن الفكر فكرة الديمقراطية فكرة نبيلة فكرة هي نوع من الشورى يعني لا تتناقب مع الفلسفة الإسلامية أنا أقصد دكتور أنه سقوط هذا النموذج بسبب المعيير المزدوجة في تعامل الإعلام مع فلسطين خلى فيه ناراتف خلينا نقول عند الناس السردية عند الناس أنه أنا أرفض كل ما يأتي به الغرب لأنه الغرب منافق معي نعم إذن أرفض أن تستعمل الآيفون ورفض أن تستعمل السامسونج ورفض أن تستعمل الكمبيوتر اللابتوب ونرفض استعمل المايك أنا لا أنتج يا أخي هذا إشكال ما زال عنا إشكال فيك نمط التفكير أولا من يومين ثلاثة المظاهرات في لندن كانت داعمة للقضية الفلسطينية مئة أرس ومبارح في باريس صح تلاتين أربعين أرس تقريبا فالمقصد هنا إنه إحنا لم حاضرتك أو أي حد يعني بينتقد الغرب هو بينتقد المؤسسات بينتقد مؤسسات إنتاج المعرفة وإنتاج السلطة وإنما الشعوب يبدو لي وحضرتك صح رحني يبدو هم الحلفاء الحقيين بتوعنا حليف ليس بيده حيلة إلا بورقة الانتخاب والانتخابات لها أجندة الانتخابات ليس بكرة ليس غدا قد تكون سنة بعد سنتين وتعرف للرأي العام أغرق في ما يسمى الأخبار الآنية خبر ينسيك خبر لو يحدث زلزال بمنطقة بآسيا أو بإفريقيا أو بشيء لنسى القضية الفلسطينية ولو مؤقتا صح ولله ألمين تنسينا القضية الفلسطينية ما حدث في زلزال بالمغرب وهذا الطفان بدرنا بليبيا من يتكلم عن الطفان بليبيا والضحايا طيب دكتور دلوقتي إحنا في عندنا يعني كأنه هل تحولت القضية الفلسطينية إلى قضية عالمية من جديد هذا الطفان جرف القضية من القاع جرفها من القاع وجعلها تطفو إلى السطح من جديد وتتحول من الطراف يعني من الهامش إلى المركز بداية في العالم العربي الإسلامي هذه العملية إن لم نكن نعلم حيث هذياتها وأسبابها الحقيقية في توقيتها إلا أن بعض المؤشرات وبعض القرائن تعطيك يعني تكون عندك شبكة قراءة محدثة ستضعها في مربعات في مربع تطبيع والديانة الإبراهيمية فالسعودية وهي أكبر يعني بلاد الحرمين وهي الرمز للدولة السنية أو الطيف السني في العالم الإسلامي ف دخلت في نقاشات مع إيران تخيل لحظة لو إيران التي بدأت بإذابة الجليد مع أمريكا أمريكا وأطلق صراحة الأموال المجمدة ست مليارات دولار منذ حوالي أقل من شهر بوساطة قطرية أنا كمواطن مثلاً فلسطيني أرى أن قضيتي ستقبر إلى الأبد ستغرق في في التطبيع هذا الجديد بتحت غطاء ديني لتبريره ف عملية إدخال هذا مفهوم الإبراهيمية تحت غطاء التسامح ما هو إلا تحضير لتحييد القضية المحورية في العالم العربي والعالم الإسلامي تخيل لو وصلت السعودية إلى التطبيع سيسقط طاب من الطابوهات في كل العالم الإسلامي فالمخيلة في آسيا وشبه القارة الهندية وفي إفريقيا السعودية هي دولة مسلمة أنا وأنت نعرف ماذا يحدث في السعودية نعرف هذه التغيرات الجدرية التغيرات المحورية التي حدث في السعودية ولكن بعد المسافة من المركز يجعل الناس لا تعي بما يحدث والإسلام في شرق آسيا والإسلام في إفريقيا رخم احترامي ومحبة لهذا الناس إلا ليس بالإسلام الذي هو إسلام شعائري وليس إسلام ذو بعد تحرري وهذا هو الإشكال يقول لك أنا السعودية وطبعت ليه أنا تحرمني نتعامل مع إسرائيل كانت رح يعطي شرعية قوية جدا لتطبيع ممكن هذا ما حدث يوم سبعة أكتوبر كان سيرد القضية الجوهرية إلى محورها إيران الذي نشاهد اليوم بعد تقريب سبعتاشين يوم بقى كلام في كلام وليس المناوشات من لبنان هي التي ستغير أي شيء كان ممكن التفكير أنه ستكون ساحات للحرب مفتوحة وذلك سيرهق إسرائيل إلى أبعاد الحدود ولكن أن ترمي بكاتيوشا من هون وبعدين تعمل خطاب ساعتين يعني كلام بدون فائدة هذا سيحشر الفلسطينيين في الزاوية ده بالنسبة العالم العربي والإسلامي لكن إحنا شفنا كمان في العالم الغربي مظاهرات لندن زي ما حكينا وفرنسا شفنا حقيقة سياسي من أبرز السياسين في المملكة المتحدة جيرمي كوربين بدفع تمن دعمه للقضية الفلسطينية بأنه أطيح به زي ما يعني بعض اللوبيات اشتغلت أو كذا فكأنه القضية الفلسطينية أصبحت من جديد هي المركز في العملية السياسية الخرية لأنه أصبحت السياسة دلوقتي محليا أنت مجبر عن أنت تاخد موقف في فلسطين أو العكس يا أخي شيء طبيعي جدا الغرب اللاوعي الغربي ما زال معطوب ما زال مصدوب بما حدث فمشاهدة تلك الصور الآتية من الجحيم تفكره في ماضي غير بعيد في تعاطف مع الضحية الشعب الألماني شعب واقف مع القضية الفلسطينية ليس كرها لليهود ولكن يتفكر ما حدث في درسدن مدينة سوية أرضا الشعب إذا ذهبت إلى اليابان وتتكلم مع الياباني الياباني يتعاطف إلى أبعد الحدود مع القضية الفلسطينية لأنه في ذاكرته أنه يعني أزح من الوجود في ناقازاكي وهيروشيما القضية الفلسطينية جوهرها هي العدالة جوهرها هو القانون الدولين جوهرها هو الشرعية التاريخية هذا هو الإشكال بالنسبة للسردية الإسرائيلية لذلك السردية الإسرائيلية هي لا تتوجه إلى عقل العقل الحي للمواطن الأوروبي الغربي تتوجه إلى اللاوعي العقل الباطني طيب هنا دكتور سؤال هل حضرتك لاحظت بعد وارك تفهم المجتمع الغربي أفضل هل حضرتك لحظت أنه فيه فرق ما بين الأجيال في فهم القضية الفلسطينية بالطبع بالطبع في المجتمع الغربي بكل أطيافه حتى حتى مواطنيه من أصول عربية إسلامية أو إثريقية فيه لأن الصورة والصوت الحدث هو آني وكل إنسان حامل معه تلفزيون في يده اليوم وينتقي الأخبار كما يشاء فيه وعي وهذا الشباب هذا الجيل وعي باللحظة التاريخية الحارجة التي يعيش على عالم شوف الحرب في أوكرانيا حرب على ساعة أو ساعتين من بيته ويعرف قضية الصواريخ البعيدة المدى هو لما يشوف الفلسطيني يقنبل اليوم والأوكراني يقنبل يعرف أنه ممكن غدا سيكون دوره لذلك يقول stop stop the war لنقف هذه الحرب اليوم لما تروح على فضاء تويتر مثلا ماذا تلاحظ الناس بالطبع الغربي يدين الإرهاب وهذا شيء طبيعي جدا ولكن يذكر أن القضية قضية عادلة هذا الشعب مقهور هذا منطقة غزة أو غزة هي أكبر سجن يعني على وجه الكرة الأرضية محتشد فيما يزيد عن المليونين شخص يعيشون في مساحة كثافتها من أكبر الكثافات على وجه المعمورة وتخيل أن إلى وقت غير ببعيد الغزاوي كان لا يستطيع أن يذهب ينزل إلى الشاطع ورأينا متزرة الشاطع التي مات فيها الأطفال محاصرين في السماء محاصرين في الأرض محاصرين على البحر الغربي هذا يتكلم معه لأنهم عاشوا المحتشدات عاشوا محتشدات أوشفيز بركناو عاشوا محتشدات شطرطوف يعرفون أن العقلية الأوروبية هذه قد تتحول في أي لحظة من اللحظات الأوروبية المؤسساتية إلى وحش لا تحمد عواقب أفعاله طيب ده بيخدني تاني دكتور للنقطة بتاعت كيف نخاطب الغرب كي نفكك السردل الإسرائيلي أنا بس حاب حضورك تديني ولو مثال كيف نفكك هذه السردل الإسرائيلية وإحنا من خاطب الغرب أنا كمواطن يحمل جنسية وثقافة وينطق بلغة بلد يعني يسكنه منذ أكثر من أربعة عقود لما أخاطب الناس في نقاشات بالطبع هم دائما يحملون معهم درعة يعني درعة يكلمك عن الإرهاب والعملية الإرهابية لأنهم عانوا من الإرهاب عندما تكون في قطار وتسمع بتفجير أو في مترو أو في أي جهة فأي عمل فأي موقف تتخذه سيكون في هذا الميزان أقول له بالطبع كل شيء مدان أي عمل إرهابي ضد المدنيين فهو مدان أي عمل مسلح ضد الإرهابيين فهو مدان كان شيخا أو طفلا أو صغيرا أو معلم أو أستاذ أو فنان فهو مدان ولا أدخل معه في تبريرات أو تفسيرات ولكن مباشرة أقول له كان فيه أمل فالشعب الفلسطيني قبل بما صار تفاوض لا نهاية له بدأ يتفاوض بدأت المفاوضات من لقاء مدريد إلى غاية أوسلو ومن أوسلو إلى أورد ريفر إلى كام دافيد الفلسطيني لم يقتل ياسر عرفات لأنه أمضى الصلح أو المعاهدة أوسلو بأمريكا بحضور رابين وبيل كلينتون الفلسطيني لم يرمي بوابل من الرصاص داخل كنيسة يعني داخل سيناغوغ لم يقتل أحد ولكن من قتل الفلسطينيين وهم يصلون في الحرم الإبراهيم الشريف هو باروخ جولدنشتاين أمريكي هذه الدولة التي تعطينا الدروس بعثت بمجرم بالسيكوبات بعثت إلى أرض يعتبرها أرض المعاد بعثت بطورات ويعني رشاش قتل ما يزيد عن 29 وجرح وعطب ما يزيد عن المئة يوم 27 أو 28 فبرايل 1994 مقتل رابين قتله إسرائيلي وهذه كانت رسالة واضحة أننا لا نريد السلام كيف يرى الغربي قضية فلسطين لأنه فيه إزدوغية معايير دلوقتي فليه بتطلع يعني ما هي الأشياء الكاملة في العقل الغربي اللي بتخليه ييجي يتعامل بإزدوغية مع القضية الفلسطينية رغم الأدلة والقرائن اللي بتقول أنه الفلسطينيين هم الضحايا وليس العكس المرأة التي يخونها زوجها تشك في كل الرجال أنا لم أقول العكس لأن النساء يعني أشدوا حرصا على العائلات وشرفهن من تلاعب الرجال حتى هذا في الكلام يعني في طريقة المخاطبة مهم جدا الغربي الغربي بالنسبة للقضية الفلسطينية له سردية واعية وله قصة دراما دراما يعيشها في اللاوعي الغربي يتعاطف مع القضية الفلسطينية إلى أبعد الحدود ليس كما يحاول أن يفسر المفكر الفرنسي أندريك لكسمان أو فينكل كراوت يقولون أن الغربي عدو للسامية بطبيعته وبيستشهدون بالتاريخ من يعني محاكم التفتيش إلى غاية وقبل محاكم التفتيش روما إلى غاية أوشفيتس ومحرق النازية الغربي أغرق ضميره في بحر بحر التأنيب بحر عقدة الذنب عندما ينظر إلى العربي يتفكر دائما أن الذي يضيق الويلات لهذا العربي هو شخص عانى من أبي وعانى من جدي هذا يلزم نقرأه في عين الاعتبار لذلك نحن لنا ما يسمى بال نقص حاد في فهم العقليات الغربية في مدارس الاستشراق يعلمون عننا الصغيرة والكبيرة التفاصيل المملة ونحن لا نعرف عنهم شيء كنت حدثتك في بداية الثمانينات وجدت كتاب لفيكتور بيكي وهو أنتروبولوجي وإثنولوجيا يعني عالم في الإثنولوجيا فرنسي كتب كتاب خرج من المطبعة في سنة 1881 اسمه الحضارة المغاربية بربر رومان عرب وطرك هكذا هذا هو العنون تصفحت الكتاب فصدمت فيه أمور مثلا دقيقة جدا نحن في منطقة المغرب العربي عنا طبق معروف اسمه الكسكسي يعني أو احنا بالجزائر نقوله طعام يعطيك لماذا المرأة أو العجوز التي تفتل تفتل بتلك الطريقة لماذا تفتل يمينا لليصار وليس يصارا لليمين يعني ولا هذه الفكرة ولا مرأة جات في راسي يحرفون كل التفاصيل لذلك هم لما يتكلمون معنا مؤسساتهم يتكلمون عن علم لماذا يحتقروننا لأن الغربي المؤسساتي والغربي المفكر ينظر إلى الشرق الأوسطي إلى المغاربي أنه شخص لم يفطن بعد لماذا في رأيك لأنه ما زال يرضع ثدي التاريخ نحن كيف فيه بيتش يعني يقول ليس المرء من يقولها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى يقولها أنا ذا ولكن نحن العكس ما زال في 2023 نسمع في فيديوهات يتكلم عن قضية فلسطينية يتكلم عن خالد بن وليد ويتكلم عن قاقا أنا أقول لهذا الشخص وبدون حياء وتردد وأنا أعلم أي ما أقول لو كان خالد في هذا الزمان بعقلية يعني الموجودة حاليا لكان ضحية درون لكان ضحية يعني طمعوك هذا هو الواقع المر حادثة غزوة أحد لم نتعلمها غزوة أحد الله كان في قدر الله يبعد ثلاثة ألف من الملائكة كما بعثها في بطر لم يبعد لنتعلم الأخذ بالأسباب اليوم اللاوعي العربي يعيش في وهم الانتصارات وصل الأمر أننا نأكل أكبر علقة كما يقول الشرقي في 91 في غزو العراق المدمر الذي أرجع العراق إلى العصر الحجري يعني رامسفالد كان هدد ستون أيج يعني أنت ترجع إلى العصر الحجري فيخرج الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية رحمه الله إن كان متوفي صحة صحة يتكلم عن أم المعارك ما زال في عقلية راديو صوت العرب أنه جيوش المصرية في شوارع تل أبيب يعني أحد أسباب رؤية الغربي المفكر للشرقي أو للمسلم أنه أقل منه هو أنه المسلم أو العربي لازال يرضى في انتسادي التاريخ إيه؟ قاسر قاسر شوف شوف نعطيك مثل الألماني لما دمرت مدينة دريسدن واستسلم ما بقي من يعني الهيكل النازي اليابانيين لما دمرت هيروشيما ونقازاكي وأمضوا الاستسلام ماذا فعل؟ الخرجوا بشعارات واواوا شمروا على سواعدهم فأصبحت ألمانيا أول دولة صناعية وأصبح اليابان أول دولة تكنولوجية أليس غريب أليس عجيب؟ ونحن العراق دمر عوض أن تجعلنا الصدمة أن ننظر إلى الأمام رجعنا 14 قرن إلى الحرب الطائفية شي غريب شي عجيب طيب عودة دكتور للغربي كيف يرى الغربي الصراع العربي للإسرائيلي حدثك بتحكي أنه في عقد الذنب وراء يعني هذه هي النقطة الأساسية في التعامل مع اليهود أنه مع إسرائيل أنه والله أنا بتعاطف مع إسرائيل لأنه أنا أبويا وقدي هم اللي أتلوه لا يتعاطف هكذا لا يذهب إلى أبعد الحدود لأن الميزان في اللاوعي هو ما حدث في الثلاثينة بين الحرب العالمية الثانية هذا هو الميزان ولكن يتعاطف معك لأن في الكفة الأخرى للميزان فيه الشرعية الدولية يعرف أن القضية الفلسطينية قضية عادلة فالشعب الفلسطيني لم ينزل من زحل ولم ينزل من المريخ شعب متجذر في تلك الأرض إلى أبعد الحدود التي يتصوره الإنسان الغرب عام والأوروبي خاصة لما نقول أوروبي المحور القوي في أوروبا وألمانيا وفرنسا عندما نخاطبه لأن هذه الدوافع تجعلنا أن نكلمه بعاطفة أو نخاطبه بالعاطفة وغالب الأحيان يكون بمصطلحاتنا وبكلامنا يقول الفيلسوف زوراستر أو زارتشي زارتشتر بالعربي يقول كل قوم يتكلم لغة ثقافته ولغة تاريخ الذي عاشاه الغربي قد يتعاطف مع القضية الفلسطينية ولكن تعاطف محدود محدود باللاوعي فمنطقة الحدود الخط الذي لا يتجوزه هو لاوعيه فنحن يجب أن نصل إلى هذا الوعي فالغربي عندما يشاهد صور لأطفال بأوكرانيا يتأثر إلى أبعد الحدود وتجد موقفه موقفه شديد يعني وموقف حاد وموقف يعني يصل المرات إلى حد المطالبة بمعاقبة روسيا عقاب يعني ما يسمى بالعقاب الأزلي أو العقاب النووي تخلصا من هذا الوحش بالطبع نحن ك أناس نعيش في في العالم ولنا تاريخ مليء بالإنسانية نتعاطف مع كل الضحايا أطفال شيوخ نساء ولكن الغربي لما يرى صور الفلسطينيين هو يذهل ويصدم ولكن يصبح أبكم لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره ليس لأنه فاقد للمشاعر ولا يريد أن يتعاطف مع الضحايا فهو الطيف الذي يسكنه الغول الذي يسكنه اسم عقدة الذنب فهو يرى في الفاعل ضحية لأجداده ولآبائه فإذن يعرف أنه لو ذهب بعيدا في النقد أو في مساندة الضحايا سيفكرونه بالماضي الذي هو غير بعيد فإذا فيه بعد نفسي خلينا نقول أنه سيكولوجي نعم يشعر بقت الزمد هل فيه بعد إيديولوجي في التعامل مع الموضوع بالطبع البعد الإيديولوجي تجده عند أنصار اليمين المتطرف الذين هم عادة أبناء المؤسسات الصلبة تجدهم ينخرطون في المؤسسات الصلبة ولكن الإيديولوجيا الخلفية الإيديولوجية الاستعمارية هي موجودة في المؤسسات لأن ليس الشعب الفرنسي مثلا الذي دخل مستعمرا للجزائر هي المؤسسة الفرنسية فالمؤسسة تحمل إرث تجد أن الخلفية الاستعمارية الخلفية الإيديولوجية لها وزن ثقيل وهو ما يرجح الكفة على كفة أخرى فالمواقف الغربية هي حقيقة تدفعها المصلحة إلا في قضية واحدة قضية الشرق الأوسط المصلحة لو تكلمنا لغة المصالح فنحن نستطيع أن نشتري مصالحهم يعني لنا هذا الوقود الذي يحرك الاقتصاد الغربي المكينة الغربية لا تتحرك بدون الغاز والبترول الذي يأتي من منطقتنا لذلك لو كانت قضية المصالح في الشرق الأوسط لكان المشكل لم يطرح من وعد بلفور ولا بإنشاء هذه الدولة لكن بما أن في الخلفية الاستعمارية الإيديولوجية هي التي طغط والمصلحة أنهم أنشأوا كيانات في المنطقة التي تضمن مصالحهم في سنة 1973 الملك فيصل قرر أن يقف أن يوقف تصدير البترول فلحقت به منظمة النفط العالمي كل الدول تقريبا فحدثت أزمة كبرى في أوروبا الأزمة الحديثة مربوطة بسنة 1929 يعني كراك بورسية يعني الانهيار في البرصة بأمريكا ومربوط كذلك في الذهنية الغربية مربوط بسنة 1973 بالمقاطعة لدول المنتجة للنفط لتصدير يعني منع تصدير البترول لمدة ما بسبب الحرب في المنطقة ومواقف الغرب فكان الهلع واضطراب شديد والضغط الذي كان على المؤسسات السياسية والمؤسسات الاقتصادية جعل الغرب يفكر مليا في طريق لإيجاد حل للمعضلة في الشرق الأوسط يعني احنا قوياء طلعنا نعم طلعنا قوياء يعني نقدر نعمل حاجة بالطبع لما يكون الحاكم له وازع من الوطنية هو يعلم أي حاكم يصل إلى الحكم في هذه الدول يعرف أنه مقيد فقط الذي لا يعرف طبيعة الصراع فعشنا من عشر سنوات تجربتان أو تجربتين في تونس وفي مصر ورأينا أن من أوقف هذا المصار هي ما يسمى بالدولة العميقة ديب ستيت هذه الدولة العميقة هي امتداد للاستعمار دعنا نقول الكثير من الأنظمة العربية بشكل أو بلاش الأنظمة الدولة العميقة بشكل أو بآخر يمتدد للاستعمار ومن ناحية تانية إسرائيل أيضا هي استعمار يعني كأنه كأنه الصورة مرسومة كده أنه في دولة عميقة لازم تتصلح مع إسرائيل وإسرائيل هي استعمار فإحنا عمليا إحنا وضعنا حاليا في العالم العربي إحنا عايشين تحت استعمار وإحنا نشخلين بلنا نحن نعيش سيادة مبتورة الغرب هذا فهم الشيء دوغول لماذا قرر أن يدخل في مفاوضات مع جبهة التحرير في الجزائر هل لأن جبهة التحرير انتصرت حربياً عسكرياً هذا ضرب من الخيال نعم كانت هناك تضحيات نعم مات مليون ونصف مليون شهيد جزائري نعم الشعب الجزائري عانى الويلات ولكنه صمد لأن الشعب الجزائري رضع يعني تلك الأبيات التي قالها بن باديس شعب الجزائري مسلم وإلى العربة ينتسب ومن قال حادا عن أصله أو قال ما تفقد كذب يا نشأ أنت رجاءنا فبك الصباح قد اقترب أي جزائري يحفظ هذا بن باديس الذي بن الوعي كان يتكلم مع الوعي واللاوعي أحيا في النفوس القضية الوطنية لكن للأسف عسكريا فرنسا كانت معها الناتو عسكريا يعني فرنسا تقريبا قضت على المقاومة في الجبال وفي العاصمة في الولاية الرابعة ولكن سياسيا قلبنا المعادلة لماذا قلبنا المعادلة لأننا استطعنا أن نوصل قضيتنا إلى العالم بالطبع حينها كانت مصر وهي مشكورة على ذلك كانت تونس والمغرب يعني وقفوا مع القضية الجزائرية وكان البعد الاستقطابي كانت معسكر الشرق يعني وقف مع القضية الفلسطينية وقضية الجزائرية البعد التحرري اليوم ليس بالمستحيل أن نوصل القضية الفلسطينية إلى الرأي العام وربما غدا يصل من يدافع عنها في المؤسسات لأن القضية الجزائرية لم تكن الذين كانوا يدافعون عنها كانوا فيها حتى مشايخ وعلماء ولكن كانوا يتكلمون بلغة يفهمها غيرهم كانوا يكلمون المعسكر الشرقي هو المعسكر الشيوعي الاشتراكي كانوا يكلمونه بأدبيته وكانوا يكلمون المعسكر الغربي لأن أمريكا وقفت مع استقلال الجزائر كانوا يكلمونه بأدبيته سؤال يعني حضرتك بتقول أنه طبعا يعني نضال الشعب للجزائر على مدار 32 سنة هذا شيء مفروع منه لكن لحظة الاستقلال هي لحظة لحظة انتصار سياسي وليس انتصار عسكري لأن ديقول لأن ديقول فهم أن لو بقى الحال على من واله كما هو فالقنبلة الديمغرافية ستجعل في الخمسين سنة الآتية هذا مكتوب في مذكراته ومذكرات ابنه قال أنا لا أستغرب أن أجد أغلبية بالجلابة يعني بالجلابية في البرلمان وهذا غير مقبول الغرب أنا أقول فرنسا مكرهة تركت الجزائر لأنه كان فيها تضحيات والشعب الجزائري كان مستعد أن يضحي بعشر ملايين بثمين ملايين يموتوا من أجل الاستقلال لأن الاستقلال أصبح والنضال أصبح فكرة ليس فقط كعمل لذلك القضية الفلسطينية بعض الإخوة البارح تساءلوا عن السيناريو الأسوأ هو تصفية تهجير وتصفية تهجر بشر تصف من يحمل السلاح ولكن الفكرة باقية إلى من يأتي ويحمله يعني إحنا دلوقتي شايفين ردا على المفاجأة الكبيرة الطفان الأقصى إسرائيل ارتكبت بشعات يعني مجزرة مستشفى المعوداني مش فيها الوحيدة فقط ولكن مع ذلك حضرتك بتحكي بالاقتباس من النموذج الجزائري أنه ممكن يكون العدو متفوق عسكريا ولكن تكسب سياسيا وتكون دية المحطة الأخيرة في الاستقلال رغم القوى الإسرائيلية الأكبر في هذه المعادلة الأول أول مكسب في القضية الفلسطينية في الحالة الراهنة ما هو هو أنها قطعت حبل الوصال بين الحاكم والمحكوم في قضية التطبيع كيف ما فهمت البحرين من أكبر المطبعين فخرج الشعب البحريني على بكرة أبيه في المغرب طبعت فخرج الشعب المغربي في مصر المطبعة خرج الشعب أول مرة يصل إلى ميدان تحرير القضية الفلسطينية قضية جوهرية وقضية وجدانية لذلك أول مكسب أنها قطعت حبل الوصال تخيل لو أن الأمور بقت على منوالها على وضعها سنة أو سنتين كانوا يمر يمررون المشروع الإبراهيمي والتطبيع كما أنت تأكل يعني يغورت أو تأكل تشرب قهوة أو يمررونه لأن في عمل عمل الإحباط الذي أصاب هذه الشعوب بعد إنهيار التجربة المصرية والتجربة تونسية فيه كولفس يعني في إنهيار في العقلية في النفسية المواطن العربي يقول جربنا كل شيء جربنا والمواطن العربي بعد التجربة المريرة في الجزائر والتي أدت بحوالي بقتل الألاف والسجن وتهجير لم يعد يدخل هذه المغامرات لذلك لما وقع الإنقلاب في مصر أنا أؤمن إيمانا قطعي أن حركة الإخوان المسلمين لا علاقة لها بالعنف ولا تتبناه ولا حتى تراه منهجا مستقبليا مع الأنظمة الكثير لا يعلم ويظنون أو يضعون سيد قطب رحمه الله في خانة المتطرفين أو أبو التطرف كان أوصى قبل موته رفقاء السجن أن لا تحملوا سلاح ضد دولتكم كثيرا لا يعرفون هذه النقطة بالأساس قال لأن المعركة المصيرية ليست مع الحكام المعركة المصيرية قادمة آتية هذا نوع من الاستشراف هذا نوع من الكرامة الاستشرافية فإذن طفان الأقصى كانت مكسب سياسي القضية الفلسطينية بعيدا عن المزابح الإسرائيل الأعظة بترتكبها نعم أنت ألا تلاحظ أن هذا أحيا أحيا أمة كانت نائمة كانت ميتة كانت تحت الأنقاض أنقاض فقدان الأمل مثلا في تركيا أو في ماليزيا أو في أندونوسيا في بنجلداش في باكستان هذه الدول لأن تعاطف مع القضية الفلسطينية ومجدنية عقائدية ولكن ليس بنفس الحرارة فنحن أهل المغرب العربي أو المغرب الكبير كي لا يلومني مع الطيار البربري عشنا ويلات الاستعمار والتهجير و يعني وضع قرى ومداشر بمرتشدات ونعرف ما معنى الدمار والنبالم ولنا ارتباط تاريخي ارتباط عقائدي كم من حاج توفي وفي طريقه إلى الحج مارا بفلسطين أو عائدا من الحج مارا بفلسطين كم هما المئات إن لم أقل آلاف إلى غاية قيام تلك الدولة فالارتباط ارتباط كذلك ديني في المخيلة الجمعية فهو تالث الحرمين وهو كذلك ولكن أي طفل في المغرب في الجزائر في تونس في موريطانيا في ليبيا في مصر في سوريا أنت تجد المسلوخ يبكي على المذبوح في سوريا ألم يخرج أهل إدلب نصرة لأهلين في فلسطين طيب حضرتك حكيت أنه القضاية الفلسطينية أحيت الأمة لأنه المظاهرات انتشرت وتحركت شمال في كل يعني مثلا أنا هحكي عن مصر مصر بقالها سنين ما حدش بيقدر يحكي يحس ولا ينزل مظاهرة ولا كذا فجأة الناس استطاعت أنها تنزل واستطاعت أنها تحط شعارات وفلسطين وكذا السؤالي هو لأنه بدأ يتردد كتير على فكرة على السوشال ميديا هل هذه المظاهرات بتاعة فلسطين ولا هي هتستمر غالبا الأيام الجاية هل قد تقود إلى موجة أخرى من موجات الربيع العربي أو بلاش تسمية الربيع العربي إلى موجة أخرى من الانتفاض ضد هذه الدولة العميقة اللي حكيت عنها اللي هي بشكلة أو بآخر وتعتبرها امتداد للاستعمار هل هذا السيناريو ممكن ولا بعيد شوية التاريخ حركة ديناميكية التاريخ لا تقود تاريخ التاريخ يتأرجح كذلك الأحداث والظروف قد تبعثك بعيدا وأحداث وظروف قد تعدك للقاع هذا ما حدث في مصر وحدث في تونس ويحدث سيحدث برارا وتكرارا لكن من يظن أن البعد التحرري للشعوب التحرر من الاستبداد أنت عندما ترى تبقى في بيتك وتشوف شخص تحت الأنقاض يقولك أنا أتشايد وانت تعلم أن أكبر دول على 100 مليون ساكن على الحدود وأربعين وخمسين مليون ساكن في سوريا وما الله أعلم في الأردن ولا أحد يستطيع أن يدخل قنينة ما هذا ألا يدفع هذا إلى الثورة على حراس المعبد إن لم يكن اليوم صبحا سيكون مسائل إن لم يكن مسائل سيكون بكرة هذه حقيقة حتمية تاريخية حتمية تاريخية أن إرادة الشعوب هي من تحكم من يعرف النظام الإيراني في عشاه ولو تأتي بأي مفكر أقرأ لصوروس أقرأ لشريعة أقرأ لمن حبي من المفكر الإيرانيين لم يكن يتخيل واحد فيهم أنه في 79 ستقوم ثورة ضد شاه وستنتصر الثورة بغض النظر عن نتائجها أو يعني كينونة هذه الثورة وماهيتها لكن ثورة وصامدة من 79 إلى غاية اليوم لماذا؟ لأنها كانت إرادة شعبية قمعت دفنت في اللاوعي لأن الظلم مآله الزوال هذه حقيقة تاريخية كل الشعوب بدون استثناء لها هذا الوازع وهذا الميل للحرية ونحن لا نختلف عن الشعوب الأخرى لا نختلف فقط مصيبتنا أن الاستعمار زرع فينا من يحرص على مصالحه أكثر منا لأن الغرب لما جاءت الثورات العربية شو صار له هو كالمواج سرفر فالمواج الذي يلعب هذه اللعبة في البحر لعبة المواج كما يسمى فهو لا يصنع الموجة هو يركب يركب الموجة و يدجنها دومستيكاشن دولاباك الغرب ركب موجة و صخر لها دعاية غريبة ها سماها البلنتون عراب الربيع عربي التسمية لم تأتي من تونس سماها صحفي فرنسي سماها البلنتون عراب دعاية لأن مصالحهم هذا الوقت كانت مع الشعوب ولكن المواج يلعب مع الموجة هو يرد بالو إلى غاية ما يستقر ويكون ذلك المنظر الجميل في السياسة العكس عندما يستقر على الموجة يريد بداية تدجينها واستعمارها لمصالحها فإلا ما يستطع فسيحرك الأمواج التحتية طرف البحر البحر لا يتوجد إلا أمواج فوقية توجد أمواج أمواج القاعة تسمى يحركها وذلك ما حدث في مصر هم عندهم رجالهم عندهم نساءهم عندهم أناس يحرصون على مصالح الغرب أكثر مما يحرصون على أولاده حماس لم الضفة الغربية أو غزة ليس بالسويد وليس بالنورفيج وليس بسويسرا هي 11 كيلومتر عرض و50 كيلومتر طول يعني منطقة قاحلة فيها كثافة سكانية لست أدري كيف تحمل بشر وتحمل حيوانات وتحمل بنيان وتحمل الظروف هذه لنفترض ولنسلم أن حماس حركة إرهابية ماذا الذي ألا يطرح يعني في قرار نفسه ما الذي جعل هذا يتبنى التطرف كما يقول هل كان والد المجاهد الذي حمل السلاح متطرفا ألم يحمل السلاح دفاع عن الأرض وعن العرض أنا قلت بعض الشباب عندما كانوا يسألوني الشباب الغارق في السردية الدينية تكلم عن قروب المهدي وقروب الدجال قلت له الدجال هو الباطل والمهدي هو الحق فاختر ما تتبع لا تنتظر شخصية عورة عمى الباطل عمى والحق مبصر فاتبع هذه الحقيقة اعمل اشتغل الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كانت في يده فسيلة هكذا من إيزراحها دلوقتي احنا حكينا انه القضية الفلسطينية حاليا عادت الى المركز في العام العربي وايضا عادت الى المركز في القضايا العالمية او في قضايا الصراع العالمية السؤال هو احنا على الجانب الاخر اخر كام سنة بدأ يطلع كلام حوالين النظام الدولي الصين وروسيا مجموعة العشرين كذا وبدأ يظهر هذا الكلام سقوط النموذج الغربي في التعامل مع القضية الفلسطينية ومن ناحية اخرى اطراف اخرى بتحاول تدفع تجاه وجود نظام دولي متعدد الاقطاب وليس ذو قطب واحد السؤال هو هل هذه المنطقة المنكوبة منطقتنا هل هيكون لها دور في تغيير هذا النظام الدولي اذا كان هيتغير اصلا شوف صديقي قلت وممكن اقتباس عن طريق اللاوعي انه اذا اردنا حقيقة ان نطرك باب الحضارة فعلينا ان ندرك مكانتنا في مصار التاريخ وانا كنت اعطيت تشبيه اعطيت قصة طرفة لما تحصلت على رخصة سياقة رخصة سياقة هي هذا الشرق الكبير جاكارتا الى طنجة انا كشخص السائق المغمور الذي دخل الى الاطوبان الذي دخل لطريق السيار السريع في المانيا وفوجئ بسرعة السيارات الرهيبة يعني السيارات الضخمة الفخمة القلمانية متوجه الى مدينة فرانكفورت والمدينة هذه هي المكانة التي نريد ان نصل اليها فرانكفورت يرحب على نريد الوصول انا اصطفيت على الشريط هذا الشريط الاستعجالي او الطوارئ ونحن كشرق موجودون على هام التاريخ نحن نعيش في العالم ولا نعيش معه لذلك اذا ما اردنا رحلة الاستئناف كما يقول ابو يعرب المرزوقي علينا ان نعمل بجد وكد لكي نصل نحن لا نختلف عن الياباني ولا نختلف عن الفيتنامي ولا نختلف عن الروسي ولا الصيني ولا الالماني ولا اي فرض من هذا الخلق الذي خنقوا الله نحن فقط لم نفهم انه الارادة قال ابو قاسم الشاب اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر ولكن اجابة القدر لا تكفي وحدها لان القدر هو ماذا القدر هو ماذا قد عشناه وحاضر نعيشه ومستقبلا نرنو او نتمناه او نعمل من اجله هذا هو القدر يقول فلا بد للقيدي ان ينكسر علينا ان نكسر القيود انا كسرت في السياقة كسرت قيد الخوف والرهبة قلت ان اتعلمت علي ان ندخل طريق واصل الى مدينة فرنكفورت وكان لذلك رغم انني من اسوء السائقي المعروفين لا لا حقيقة يعني اليوم نحن هذه الامة يعني عملاق واقف على الهامش ينتظر الدخول اذا انتظرنا ان الحكام هم الذين يأذنون لنا بالدخول الى طريق سيار فهذا وهم فهم يحضرون ابناءهم وابناء ابنائهم لحكمنا الى قالوا بشار يحكمنا الى الابد هكذا الشعار الاسد يحكمنا الى الابد هذه عقلية في كل الدول العربية عقلية لذلك علينا كان عنوان انعتاق الخيال عنوان جميل جدا ولكن كيف نبلوره ويصبح برنامج هذا الشباب اليوم الذي يستطيع ان يخاطب يتخاطب يجتمع يعني خارج الحدود الجغرافية في هذا الفضاء الهلامي في هذا الفضاء السيبراني عليه ان يبدأ ان يفكر يبلور تصورات يجب عليه ان يبدأ ان يحث الناس على استرجاع حريتهم وكرامتهم شكرا جزيلا دكتور ياسين على لقائك معنا اليوم وعلى الافكار اللي حضرتك اثرت بيها النقاش شكرا جزيلا لا عفو هذا من لطفك شكرا وصلنا لنهاية دردشتنا مع ضيفي الدكتور ياسين السعدي اللي كانت مليئة بالنقاشات والافكار والقصص الثرية اللي ممكن تشاركها مع اصدقائك شكرا على استماعك او على مشاهدتك وشكرا لفريق العمل خلف الكاميرات سلام